نحن شعوب مخصية شعوب قرر أولياء أمورها أن يخصوا أو يختنوا رجالها هذا الأمر قرروا هؤلاء وخضعت الناس لهذه الشريعة لكن هنا يجب أن نسأل لماذا شرع الدين هذا الختان لماذا جعله عادة رغم أن هذه الشريعة ليست من ضمن أسس الدين وأركانه الأساسية هذا الموضوع سأناقشه وسأطرح فيه ستة قضايا وأحاول أن أختصرها بأنها الأولى القضية الأولى هي أن هذا الدين شرع هذا الختان ليس فقط لقطع جزء من جسد الإنسان العربي المسلم ولكن أيضا لختان جزء آخر من هذا الإنسان وهو يتعلق ببشريته وإنسانيته الموضوع الثاني الذي سأناقشه هو أن هناك من يقول أن الدين الإسلامي لم يشرع الختان إنما هي شريعة يهودية وأن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم فلماذا يأمر بقطع جزء من جسمه؟ سأرد على هذا بعد الفاصل ثالثا أن الناس تعرف بأن الدين متطلب ويكبدهم الكثير من المشقة والتكاليف النفسية والمالية لكنهم مع هذا يظنون أنها تستحق كل هذا العناء لماذا؟ سأحاول الإجابة عبر موضوع الختان بعد الفاصل أيضا هناك من يقول أن في القسم الرابع سأتحدث على أنها عادة صحية وهذا الأمر سأحاول الإجابة عليه الجزء الخامس من هذه الحلقة سأتحدث بحول موضوع أنني لماذا أتناول موضوع الختان وبقية المواضيع الدينية ولماذا أحدد الإسلام وليس غيره؟ هذا سأناقش في الجزء الخامس وأحاول أن أشفع للدين قراراته ولماذا اضطر لأن يقرر إخصاء الإنسان وختان أيضا جزء من جسده؟ لماذا قرر جعل هذا الإنسان تابع مجرد تابع ودليل وما عليه إلا الطاعة والامتثال؟ هل هناك شيء يشفع للدين ويبرر اتخاذه هذه الشريعة؟ في القسم السادسة أقول بأن الدين سأشير إلى مسألة أساسية حول الفرق بين الدين والدول الحديثة وهي أن هناك نوع من السلوك المتشابه بين الظاهرتين الاجتماعيتين بين البشر وهي أن كل منهما يحاول السيطرة على الإنسان وتدجينه فكونوا معي وأتمنى أن أسمع رأكم طالما قيل أن الدين شرع ختان الإناث وأيضا شرع ختان الذكور وأقول كلا هذا كلام غير صحيح الدين وجد في الأصل أو أخترع أو بدأ تكوينه بشكله المعاصر أو شكله بعد الميلاد بطريقة تؤدي إلى ختان الإنسان وقضع هذا الجزء الإنساني من الإنسان وجعله جزءا قاضعا مؤديا لأوامر وتعاليم ووصايا أولي القوم أو أولي الشأن أو علية القوم هذا الدين وجد خصيصا لكي يختن الإنسان ويخصي الجانب الإنساني فيه أي جانب الذي يعتبر شريرا بمعنى أنه هذا الجانب الذي يجعله فردا مستقلا بين الجماعة وهذا الأمر كان وكان وما زال الجزء الذي يقتل وينسف أي فكرة دينية وأيضا ينسف أي فكرة تجمع بين الناس فكرة وجود إنسان مستقل حر هذا فكرة كانت يجب محاربتها وما زال الدين يحاربها بكل طريقة لما زال يحارب الجسد الإنساني يحارب النوايا أو النزعات الخاصة للإنسان وحاجاته واستقلاليته وصيانة فرديته وقدرته على التفكير الحر هذا الدين دائما يحاول إخصاء حق الإنسان في أن يكون إنسانا واعيا فردا ناضجا واثقا من نفسه ومستقلا هذا الأمر كما قلت لا يشمل الدين فقط بل الدولة لدينا أيضا لأن هذه الدولة هي أيضا ابنة الدين البارة بأبيها دائما الأسوأ من هذا أن الأمر لا يقتصر على الختان الفيزيولوجي أي قطع جزء من جسد الإنسان وهذا الجزء هو طبعا قطع يعني يعني كما قلنا ما يقتصر على الختان الفيزيولوجي اللي هو أيضا جزء من فلسفة الطغيان الديني يعني قطع جزء من الجسد هو أيضا إلها علاقة راح أشرحها بعد ذلك لماذا؟ هذه فلسفة هذا الطغيان الديني لا بد أن تعبر عن نفسها بقطع هذا جزء الجسدي اللحمي وأيضا هو يكون جزء من عملية ضخمة تعبر عن نفسها بطرق مختلفة هي هذه العملية سميها عمليات الإخصاء الروحي والنفسي وحتى الجسدي بضمنها كما قلت بحق الجميع هذا الإخصاء يجب أن يتعرض له الجميع ويجب أن يحارب أي محاولة لأن يتحكم الإنسان بجسده عندي حلقة فيها أشير وأدلل على أن فعل الانتحار مرفوض لماذا؟ لأن الجسد ليس ملك الإنسان ونفسه أيضا هي ليست ملك هذا الإنسان الإنسان وملك الجماعة الذي نسميه إنسان لكنه في الحقيقة هو بشر البشر وأبنا آدم نحن الإنسان لدينا هو فاهمنا غلط نخلط بين مفهوم الإنسان الحديث وأيضا مفهوم الإنسان القديم عندما يذكر كلمة إنسان في القرآن الكريم والكتب الدينية القديمة هذا لا يقصد به الإنسان المعاصر أو مفهوم الإنسان والإنسانية لا أعكس هذا التمال الإنسان حتى باللغة العربية عندما نطلق على معنى الانسان والإنس يعني إنس العين الشخص الذي يرى أي أنه ليس الإنسان هذا الروح الإنسانية الداخلية لا علاقة لها الروح الإنسانية الداخلية الروح الإنسان الداخلية هي روح شريرة ويجب السيطرة عليها وإدخال روح الجماعة وضمير الجماعة ومؤتقدات وإيمان الجماعة بدلا من هذه الروح الشريرة التي تأمر بالسوء وتغزه فكرة أنه نفحة من نفحات الشيطان دائما تدخل على هذا الإنسان وتحاول أن تبعده وتقصيه عن القطيع عمليات الإخصاء الروحي هذه المتواصلة وهي التي الجزء والعصب الرئيسي للدين ومبرر وجوده وسبب وجوده وأيضا سبب نجاحه لا بد أن نعترف بهذه المسألة هو أن هذه عملة إخصاء المستمرة هي تتمثل بأشكال مختلفة فوحدة من أتهي الختان الحجاب مثلا هو شكل من أشكال الختان والإخصاء الجسدي الروحي للمرأة وأيضا للرجل لأنها تحتجب عن الرجل وهي الحجاب ليس للمرأة نفسها إنما حجاب مع الرجل مع الطرف الآخر فهذا الحجاب هو بالضبط أشبه بعملية وضع حاجز بين الماشية الذكور والماشية الإناث فهذا الحجاب هو فكرة الإخصاء والسيطرة والتحكم بالعلاقات بين الجنسين فهذا هو شكل من أشكال الإخصاء الروحي والإنساني العبارة الإخصاء الإنساني والتدمير ذات الإنسان وجعله مجرد آلة وأدات لأتكاثر عند الحاجة فقط وليس لأدات لأن يتكاثر من أجل راحته النفسية ومن أجل أغراضه لا هو يتكاثر لكي يزيد من رصيد القطيع أو الجماعة وهذا مفهوم الجماعة وأندي تعريف الدين أنه هو القطيع الحجاب هو كما قلت هو شكل من أشكال الختان والإخصاء الإنساني الروحي وأيضا الصلاة هي شكل من أشكال الختان وهذا الأمر يشمل الإسلام والديانات جميعا تقريبا الصوم الحاج الدعاء حفظ النصوص تردادها التراتيل هذه كلها هي ممارسات إخصائية لهدفها الرئيسي إخصاء الإنسان وتدمير إنسانيته هذه كلها كما قلت عمليات تخضع لإرادة ولمشيئة مؤسسات ضخمة يتمول بشكل مستمر وتحمى ويمنع التعرض لها بأي شكل من أشكال أن هذه المؤسسات هي المقدسة في الحقيقة وليست النصوص ولا الملائكة الصائدة والنازلة ولا الجنة ولا الجحيم ولا كل الأنبياء هذه المؤسسات هي المقدسات الحقيقية وهي الأصنام الحقيقية التي لا يجوز التعرض لها طبعا عمليات إخصائية الإنسانية لا تحدث سرا بل علنا وعلى رؤوس الأشهاد والناس كلها تعرفها لكنها كيف تمرر تمرر تحت الدعاءات والشعارات كاذبة هذه الدعاءات أصبحت حقيقة راسخة من شدة تكرارها يعني مثل ماذا يقول مثل يقول هذا هو الدين يعني علنا يقول لكن من شدة التكرار يقول لك هذا هو الدين وعندما لا أحد يفكر ما هو الدين يعني لا أحد يضع تعريفا لهذا الدين وعندما تدخل وتحقق في هذا الكلام تجد أن الدين لا تعرف ما هو الدين هو حتى بالكلام الفقهاء الأساسين والمفكرين دينيين أساسين لا كل واحد يتحدث عن الدين شرقا والآخر يتحدث غربا أيضا يقول لك هذا هو الحق الحق والله ما هو الحق لا تعرف الحق بالنسبة للمتدين هو كل ما عليه كل ما سمعه من الإمام هو الحق لكن ما هو كيف ما هي منظومة هذا الحق ما هي مبادئ هذا الحق ما هي المنظومة التي تشرح الحق لا تعرف يقول لك هذا هو الشرق هذا هو الشرف إلى آخره كلام تسويفي ومماطلة هدفه الإدعان والامتثال للواقع العام الذي يفرضه رجال الدين ورجال السلطة المتحالفين معهم هذا الأمر أنا أعتقد حانا وقت الكشف عن هذه المسائل خاصة من قبل يعني الناس ما زالت لديهم ضرة عقل يعني ربما ستكون هذه ضرة العقل هذه تنقذنا من مآزق هائلة نتعرض لها جميعا الفقرة الثانية اللي راح أتحدث عنها وهي أنه هناك من يقول بأن الدين الإسلامي لم يشرأ أو يشرأ الختام وأنها مجرد عادة يهودية فأقول له هذا دليل رعفي على أن الدين بحاجة ما السري هذه العملية ولو لم تكن حتى يعني لا توجد في النصوص المؤسسة للدين الإسلامي خاصة لكنها موجودة لماذا؟ هذا يعني عرف أجبر الناس عليها الدين ولكن في الحقيقة هو نفسه نصوص الأساسية لا يوجد ما يشرح هذا الأمر لكنه قدما تسأله يقول لك هل حلال أم حرام؟ يقول لك لا حرام لماذا؟ لأنه الدين يحتاج هذه السلطة وهذا يؤكد الكلام الذي أقوله بأن الدين دائما يبتكر أشياء للتحكم بالناس وإخصائهم بطريقة أو بأخرى أنا حتى أتأكد من الموضوع هناك من سأل في موقع السلفي الإسلام أو في موقع ما ننسيت اسمه المسلم الموقع كانت تدعم الإسلام وبأعتقد في الفتوى 481068 هذا إجا سؤال قال أن الختال ليس من الشريعة وأن رجال الدين يقولون أن هذا ليس بفريضة إنما هو مستحب فالجواب كان له هذا كلام غير صحيح وأن الصحابة كانوا يختتنون وأن هناك حديث لأبو سفيان مع هرقل وهي رواية مؤلفة أن الختال موجود بين العرب في ذلك الزمان طبعا يقولون أيضا هناك من يتحدث بأن الإنسان يتحجج بيقول يعني من ضمن السؤال الفتوى هاي 481068 قالوا أن يقول أن القرآن بين الإنسان خلق على أحسن تقويم فكيف يؤمر الله نفسه بعد ذلك بأن يقطع الإنسان جزءا من جسمه بحجة أنه ليس بأمر جيد وأنه زائد ويجب أن يختطع من جسد يفترض أنه في أفضل تقويم فرد رجال الدين في هذا الفتوى يقولون أن هذا الأمر مردود لأنه هو الذي خلق الإنسان على هذه الخلقة هو نفسه الذي أمره بالختان وهو الذي أيضا شرع له بقية سنن الفطرة من قص الأظافر وحلق العانى ونتف الأبط وبعد ذلك هما نفسهم يقولون أن فوائد الختان الصحية ولا سيما للذكور قالوا هي أمر ثابت ولا خلافة فيه طبعا هي أمر ثابت ولا شيء بالعكس هنا لك أدلة كثيرة جدا تثبت بأنه مضر جدا بصحة الذكور وحتى ليس بالعملية الجنسية بأشكال متعددة تضر بصحة الذكور لكنه في الحقيقة قدما نرجع إلى بداية كلامي هي تصب في صالح الجماعة هنا القضية التي يجب أن نلتفت إليها ويجزء من عملية تطورية التطور وفقا للمبدأ الدارويني للجماعة البشرية والجماعة البايولوجية الحيوانية بشكل عام هي هذه العملية أنه دائما هناك عملية نوع من القسر والعنف الموجه ضد كل من لا يلتزم بأوامر القطيع وبأعرافه وتقاليده وإلا تشتت هذا القطيع وتفتت وضع تفرق شمله أي أنهما عندما يقولون بأن هذا الفوائد الختان الصحية أمر ثابت ولا خلافة فيه هما في نفس الوقت يعارض من فكرة وجود أن هو القرآن يقول لك أنه في أفضل تقويم كيف تأمر بأنه يعني ليس في أفضل تقويم تقطع جزء من جسده فبعد ذلك يقول لك لا هذا الله أمر والله هو واجب الطاعة هو الذي خلق وهو الذي أمر لكن من جهة أخرى يأتي ويحدثك عن فوائد الختان الصحية أن هذا القطع معناته أن الله خلق الإنسان ولم يعرف أن هناك فوائد صحية في قطع الحشفة أو الغرفة فالله بعد ذلك سوى update وقرر أنه يعني أنه هناك كان خطأ في تصميم وأنه يجب أن يعدل هذه يعدل هذا الخطأ أو يصلح هذا يعالج هذا الخطأ وفقا لما يطرحه الرجال الدين هذا ليس كلامي هذا اللغة كله الحجج الجاهزة عند الرجال الدين وأيضا من أتباعهم لأن أتباعهم عميان لا يفهمون شيئا ولا يردون أن يفهموا شيئا مجرد يسيرون خلف عوامر سيد القطيع فبالتالي هؤلاء يعني يعني يؤكد طاعتهم واللجوءهم إلى التباع ما يقال والدفاع عنه بأي طريقة هو يؤكد أن الأمر لا يتعلق لا بخطان ولا بصحة ولا إنسان في أحسن تقويم ولا أي شيء هو يتعلق بالطاعة ويتعلق بفرض بعض الممارسات الرمزية التي تؤكد أن هناك أوامر وصدرت من سيد القطيع ورب القطيع وإله القطيع ورمز القطيع ويجب على جميع تنفيذها وعملية تنفيذها هنا أشكال مختلفة ما هي الأوامر ما هي المطالب هذا ليست هي الموضوع الموضوع هو أن يثبت الجميع طاعتهم لأوامر سيد القطيع ورب القطيع وإله القطيع ودين القطيع هذا الشيء هو الذي يفعله الآن عندما سنجد بعض التعليقات خاصة في الفيديو الأخير عن أن الإسلام صناعة عباسية هذا التجي التعليقات هو يدافع هو لا يريد أن يقول بأن هناك إشكالات هو مجرد يدافع هذا هو المطلوب من هؤلاء الناس أن يدافعون ويكافحون لصالح القطيع ولا يهم بعد ذلك أي منطق على حساب العقل والمنطق الأمر هو هذا الحصير هذا يفسرنا لماذا هناك التناقضات لا تحصى داخل أي دين وهذا لأنه الهدف هو ليس الدين نفسه الدين موجود لكي يحصد طاعة الجماعة ويفرضها عليهم بأي طريقة من الطرق حتى بالكذب وهذا معروف يعني ليس بالأمر المجهول لكن الآن يجب أن نكشفه ونوضحه حتى نفهم ما يجري في واقعنا وحياتنا الأمر ليس بالهدف من عنده رساءة لدين أو أي شيء إنما نستعرض ما لدينا ونفهم ما يجري بالضبط الفقرة الثالثة التي أتحدث عنها أو الرابعة أقول أنه من يقول هناك عادة صحية قلت أن هذا الأمر مفيد للإنسان بحجة أنه مفيد للإنسان وما إلى ذلك بغض النظر هناك جدل كثير حول الموضوع حالية صحية أم لا لكن ليس هذا هو الموضوع هذا مجرد يعني در الرماد في العيون عن الموضوع هو أصلا لا علاقة له بالصحة أصلا لا علاقة له بالصحة سلبا أو إيجابا لأنه قول مردود هو أصلا شرعت لأسباب أخرى علاقة بالطاعة وتنفيذ أوامر رب القطيع ورب الجنود ورب الجماعة فبالتالي هذا هو الهدف الوحيد هي علامة عهد بين اليهود وبين الإله وهو أيضا أمر شرعه موسى أو إبراهيم الخليل حسب الرواية التوراتية اليهودية وهذا أيضا هو منتشر في ذلك الزمان خاصة عند المصريين فهي مجرد شعيرة أو عادة تم جلبها للشعب اليهودي وقالوا وضعوا تفسيرا بعد ذلك على أنها علامة عهد بينهم وبين الآخرين وفعلا هي علامة عهد وتشخيص وتمييز بين اليهود وغيرهم لكن بعد ذلك كما هي العادة تم استخدام هذه الشعيرة وأصبح الآن المسلم واليهودي لا يمكن تمييز المسلم من اليهودي من جسديا فعندما ترى الجسد الرجل اليهودي أو الرجل المسلم تجد أن هناك تشابه فيزيولوجي بينهما كلهما مخطوعي الغلفة فبالتالي ضاعت الفكرة اليهود وأبطلت أو أصبحت مميعة في زمن هتلر عندما كان يبحث عن اليهود ولقتلهم كانت عملية استيادهم سهلة مجرد أن يكشف عنه ويرى أنه مختوم فيذهب إلى ورف الغاز وينهون أمره فبدلا من أن يكون علامة عهد بينهم وبين ربهم يهوى أصبحت علامة تمييز بينهم وبين القتل الذين تخصصوا في قتل اليهود المختونين طبعا لا بد أن يقول بأنه هناك ما زالوا من يتحدثون عنها عادة صحية ويجادل ومستعد يضعون عشرات الكتب على الموضوع هي كلها مجرد كذبة هو مجرد أنها رمز للطاعة واستخدفها المسلمين لرجل الدين والسلطة دائما يبحثون عن أي وسيلة لفرض الطاعة على الآخرين فوجدوا الختان رغم أنه لا توجد نصوص دقيقة في الموضوع لكنهم فرضوه وجعلوه علامة على سلطتهم مثل ما جعلوا الحجاب علامة على سلطتهم والصلاة والصوم والفرائض وما إلى ذلك وكل هاي الأمور جعلوها علامة على سلطتهم وإلا بدونها لا يصحوا إسلام المرء من لا يصلي ثلاثة أيام بستتاب ثم يقتل وهذا صحيح الفقرة الخامسة التي تحدث بها أنه أقول منه تبرير موقف الدين هذا الموضوع اللي تحدث عننا يجب أن نبرر موقف الدين السابق من موضوع الحجاب وموضوع الختان وغيرها قلت هو أن الدين لابد أن يعني مدام نجح في هذه الإجراءات ولم يصادف الدين يعني شرع إجراءات كثيرة جدا غريبة عجيبة منها التضحية بالذكور وقتلهم ورميهم في النهر لكن هذه الأديان القديمة الأديان المعاصرة نجحت في أن تفرض شرائع غريبة نوعا ما لكنها استمرت واستطاعت تفرض كلمتها بطرق مختلفة كانت طلبات الدين السابقة الرجال الدين الكهنة والشامانين طلبات يعني صعبة جدا وكلنا نعرف عمليات التضحية بالأطفال خاصة المولوك عند اليهود يعني قبل القرن العاشر قبل الميلاد كانوا يضحون بالأطفال وخاصة الأطفال البكور للإله يهوى والإله غير الإله مولك لكي يعوضهم بال يعني يسلمون البكرة حتى يعني الإله يعطف عليهم بالبقية الأولاد فهذه المسألة بعد ذلك وفكرة أيضا فكرة الختان وفكرة الذبح لتقديم القربان للإله وكان فكرة إبراهيم كان يضحي بابنه وهذه عملية تضحية هي العلاقة بتقديم القربان والقربان بالحقيقة هو تمت استبدالها بتقديم الإنسان نفسه كقربان للإله وجعله منزوعة الإنسانية ومطيعا لله بطرق مختلفة ابتكروها رجال الدين عبر يعني عبر ثلاثة آلاف عام لرجال الدين التوحيدين الآن أصبحوا على درجة كبيرة المهارة بحيث يستطيع السيطرة عليك وجعلك مطيعا خاضعا ممتثلا يعني يساط أمرك يساط كما تساط الماشية وهذا معنى كلمة سياسة فهذا هم سيطروا على الناس جميعا بهذه الطريقة لكن السؤال هو لماذا كان الدين بحاجة لأن يخسل إنسان إنسانية الإنسان وينزع إنسانية الإنسان منه ويجعله تابعا مطيعا خاضعا ممتثلا مذعنا لكل ما يقال له ويصبح مجرد تابع وذليل ويطالب بأن يتشفعوا له وأن يرحموا وأن يستغفروا له أخطائه التي لا تنتهي هذا أنا أعتقد سببه أنه الجماعة البشرية قديما كانت بحاجة إلى أن تتوحد وأن تضغط وتقلل إنسانية الإنسان وقدرته على اتخاذ القرارات وأن يكون حرا في قراراته وأفكاره ورؤاه وآرائه هذا المسألة كانت لا تبني دول ولا تبني جماعات ولا تحمي أي جماعة كان من الضروري أن تكون هناك درجة عالية جدا من الإثار بين الجماعة البشرية لكي يستطيعوا الاستمرار ومقاومة الظروف التي هم فيها فبالتالي كان مبررا هذا الأمر عندما تجي بدليل أنه نجح يعني هو استطاع امرار الجماعة البشرية لهذا ما نحن فيه حاليا لكن هذا الأمر الآن أصبح عامل إعاقة لا يمكن السماح باستمراره الفكرة الأساسية فكرة الدين هي فكرة أنه يفرض أنه على الجميع طاعة أوامر السيد القبيلة أو سيد العشيرة أو قائد أو الإمام الدين وهذا الأمر أصبح كما لا يخفى معطلا ومدمرا لأي جماعة بشرية بدلا من أن يكون عامل توحيد أصبح عامل التفريق وهذا ما نشاهده بينفسنا خلال المئة سنة الماضية شعوبنا هي من أكثر شعوب فرقة وتشتتا واحترابا فيما بينها والسبب هو هذا السبب أنه كل واحد يقول أنا الديني أنا الأول والأخير والآخرون كفر وملحدين ومشركين وظاللين وما إلى ذلك قائمة طويلة من هذه المواصفات والسبب هو فكرة الطاعة فكرة التوحيد التي لم تنجح يوما واحدا لماذا؟ لأنها جعلت الطاعة الشرط الأول وخير وألغت العقل وألغت المنطق وألغت الإنسانية وألغت الرحمة كلها في سبيل الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة هذا الذي ندفع ثمنه والذي ما زلنا نحاول الدفاع عنه بكل طريقة بسبب أننا تعودنا على الطاعة وهذا خطأ الكبير الذي يجب أن نقف ضده الفقرة الأخيرة التي تحدث بها أقول أن الدول الحديثة تفعل شيئا مشابها بطريقة المال لما فعله الدين الدين كان يطالب بالطاعة الدول الحديثة هي شكل من أشكال الدين أنا في رأيي نظام الدول الحديثة هو شكل من أشكال الدين لأنه ضمنه قوانين وعراف ويعني تعليمات يجب أن يتبعها الجميع هذا الأمر مشابه هيكليا لما يطالب به الدين والدول الحديثة تطالب أيضا بالطاعة طاعة المواطنين التابعين لها وهذا أمر لا يتقوم الدولة إلا به يجب أن تفرض سلطتها بطريقة أو بخرة وهذا هو الذي يؤدي إلى تدجين الإنسان المعاصر صحيح لك أنت الأنسان لديك حقوق الإنسان لكن هناك طرق كثيرة للالتفاق على هذا الموضوع وما زالت مسألة حقوق الإنسان مسألة لم تتحقق بدرجة كبيرة لكنها درجة كافية ومتميزة كثيرا عن أزمان السابقة الإنسان أصبح موجودا الآن نستطيع أن نقوله هناك إنسان لديه رأي ورديه قوة قدرة على أن يتحدث رغم كل الظروف وأنا من بينها أنا من الناس عندي في أفكار خاصة يتحدث بها للماذا؟ لأنني موجود ضمن إطار استماعي مختلف عن إطار الديني الذي يطالب الطاعة بغض النظر عن أي عقل ومنطق واحترام لكرامة الإنسان طبعا من عصر الحديث أيضا هناك عشرات القوى التي الكبيرة والهائلة التي تغسل الأدمغة عبر وسائل التواصل وتجد كثير من أتهم اليوم أني نشرت بوست أنهم احتفالية بتحجيب أربعة ثلاثة آلاف فتاة فتاة بأمر 18 سنة في السليمانية هذا يعني واضح أن هناك تمويل والشقيري رحب الموضوع من جهة وآخرين رحبوا فهذه كلها عملية واضح أنه يقول لك هو عملية تحجيب طوعا أن الناس الترافة تحجبين طوعا في هذا عبر هذا الجسم عبر هذا الاحتفالية ولابسات كلها مثل الترافة لابسات ملابس نفسها ومع هذا يجي ويقول لك طوعا يعني كذب عليني مباشر هو الترافة قرر الحجاب طوعا وأيضا ارتدى للملابس نفسها طوعا نراوكم الصور حتى لا يكون كلام شفاهي هذه هي الصور كما ترون كيف الصور وأيضا ضمن هاشتاقات موحدة للحملة مولة وقبل سنوات يستمر خمسة آلاف يعني كنت دعم حكومه دعم مالي كبير وطبعا هاي الحكومات الطالب بهذا الشيء لأنه يدخلك أنا أرتع من الموضوع أجد شعب مطيع وأصدر قرار ولا أصدر رأس الحاكم بكثير من التفاصيل المملة والتي كل واحد يجر أحدهم يجر طولا والآخر يجر عرضا دعونا من هذه الأمور وخلونا مرتاحين هذا هنا أنا خواطر وحكوم أحمد الشقير يقول ما شاء الله ألف ما شاء الله اليوم مدينة السلمانية تم تتويج ثلاثة آلاف من الفتيات بمناسبة قرارهن الحجاب فهو يتحدث بهذه الطريقة طبعا أنا الموضوع سأكيد ورح طريقة عندما يتلقون كلامي من هذا النوع رح يقولون بأنه هاشو منصور يتحدث عن ضد الحجاب وضد الكذا هي الموضوع هم هذا يا أخوان لأنه يريد يحرف الموضوع الأساسي الموضوع الأساسي هو فرض الطاعة على الآخرين هذا من أين يتعتبر هذا الحق؟ أنت فرض حجاب أفرض أي شيء المهم أنت أنا أتحدث عن عملية فرض شيء على الآخر ماذا فرضت هذا موضوع مختلف أنا مالي علاقة بأنه أنت فرض حجاب وتروح تناقشني بالحجاب هو صحيح وأنه من الدين وأنه كذا وأنه كذا هذا موضوع مختلف هناك فرض عملية قصر وتدمير لإنسانية الإنسان هذا هو الموضوع الأساسي قدتني عن هذا هل أنت توافق على تدمير إنسانية إنسان؟ إذن أنت فقدت إنسانيتك إذن أنت أصبحت غير قادر على أن تتخذ قراراً خاصاً بك وأنت جزء من القطيع ما احترامنا للقطيع ما احترامنا للدين ما احترامنا كل شيء لكن هذا هو الواقع أي شيء آخر ما عندنا فاختاروا ما تشاءون لكن لا تكذبون ولا تنافقون ولا تدجلون إنما كونوا واقعين قل أنا مطيع خلاص أنا تابع وأعمى وذليل وهذا تعريف الدين كما عندي حلقتين عن تعريف الدين ممكن تشوفون تعريفات الدين بأشكالها المختلفة كلها ما لها علاقة لا بالرحمة ولا بالتسامح ولا بالإنسانية واجبوا لتعريف واحد للدين إلى علاقة بإنسانية وأنا هساني ياريت والله ياريت بالعكس أكون غلطان أتمنى أختم بمقولة لصديقي مسعد غنيم صديقي المصري الرائع قال في ضمن تعليق على بوست حول هذا الموضوع نشرته اليوم قال بأن العقل أيضا تم إقصائه وتلك كانت مجرد بداية وطبعا أنا أيت في هذا الكلام أنه فعلا هو العقل يجب أن يتم إقصائه لأنه لا يمكن أن نترك العقل بين الناس كل واحد يتبع عقله هذا عمليا غير صحيح طبعا لكن لابد أن يكون لكل من الإنسان حق في أن يقول وأن يتحدث لأن الإنسان بدون أن يقول ويموارس حرية التفكير والقول لا يصبح إنسانا هذا الكلام لا يقبل النقاش فقلت فعلا صديقي أنا اللي أعتقد أن العقل تم إقصائه ليس بشكل يعني مقصود للعقل نفسي لا أصلا الدين بأكمله جراء اختراعه ووضعه وفرضه على الجميع لتأدية هذه المهمة أي مهمة إقصاء العقل وتدميره وسحكه بكل الطرق الممكنة ودجلا عقلا يعني عقلا سلطويا توجيها طاعة بالصوت بالترغيب والترهيب المهم في النهاية لا عقل لك ويجب أن لا تفكر ويجب أن تتبع القطية أعمى لا ترى ولا تفهم وكل ما عليك أن تؤدي حق الله أي الذي هو حق رب العباد ورب الدار ورب المملكة ورب الدين الذي يوجد دائما قربك أينما حللت وأينما ذهبت شكرا جزيلا ومع السلامة